بسم الله الرحمن الرحيم بنبدأ محاضرة جديدة بعنوان حاجة اسمها فاكتورز افكتنج سبرماتوجينيسز اند ميل سكشوال اكت. فاكتورز افكتنج سبرماتوجينيسز اند ميل سكشوال اكت. زي ما احنا متعودين مع بعض بابدأ حالة من خلالها بدخل للموضوع. بص على الصورة والصورة بالف كلمة. شخص قاعد في السونة اهو. حران. الان العرق بيتصبب منه اهو. الحالة بتقول ايه? واحد عنده ستة وعشرين سنة. عمل سمن اناليسز اللي هو التحليل بتاع الماني. وجد ان في نقص في سبرمي كاونت. حيوانات المنوية عددها قليل. وهو اصلا كل يوم بيروح السونة. طيب. ديلي يوزوف سونة. ايه نقط استخدام السونة اللي هو الحمام البخاردة اللي هو قاعد ايه? اه في الحر الشديد ده كل يوم. ازا كان بيعمل بقى بيستخدمها اللي اه كنوع من انواع ايه? ايه? ايه علاقة الديلي يوز? الوكس بوجر توهاي تنبريتشار انفاريمنتل تنبريتشار. اه كل يوم كده على الاسبيرم كاونت. ده الكلام اللي انا محتاج اعرفه النهار. الاهدف بتاعتي. الهدف الاولاني. سيكس فاكتورز افكتنج سبيرماتو جينيز. ثم. اكسي بلين رول اف سرتولي سيلز. الاهداف المهمة جدا. اكسي بلين رول اف سرتولي سيلز ان سبيرماتو جينيزز. او اسم او الادلع بتاع الهدف ده ايه? 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 ايه يا بتاع السرتولي سيلز? ثم كلاريفاي هورمونال فاكتورز افكتنج اسبرماتوجينيس. مهمة جدا هدف. رئيس ايه الهرمونال فاكتورز افكتنج اسبرماتوجينيس. ثم ديسكرايب افكت اوف تستيكولار تنبريتشر اون اسبرماتوجينيس. اللي هو لعلقة بالحالة بتاعتنا. مهم جدا برق من الاهداف. يا جماعة معنا ان انا كاتب اهداف في بداية المحاضرة ان كل هدف منهم ماينفعش خجم من المحاضرة. وانا مش عارفه. ثم اكسبلين الميل سكشوال اكت. ايه هو الميل سكشوال اكت والفيس بتاع بكل فيس. الميكانيزم التاع ده كلامنا لنكلم عنه النهاردة. ثم كلاريفاي اسبرم كابستيشن. يعني ايه اسبرم كابستيشن? ده برضك من الاهداف الرئيسية لنا النهاردة. قبل ما تكلم على اسبرماتوجينيس يبقى كلمة صغيرة. يعني ايه اصلا اسبرماتوجينيس. والدوريشن بتاعيتها قدي عشان ادخل بقى في الفاكتورز افكتنج اسبرماتوجينيس. ده هدف من الاهداف الرئيسية ليا. وبقى لازم اعرف يعني ايه اسبرماتوجينيس الاول. اسبرماتوجينيس معناها بروليفريشن. and ديف رانشياشن. of اسبرماتوجينيس. لو بسيت على الصورة هو الصورة بالف كلمة. اذا المصنع بتاع السبرم الواتستيس. بتتكون من سيمنفرا ستيبيولز. ويه? لو انا كبرت السيمنفرا ستيبيول. هتلاقي عندي ايه ده الاسبرماتوجونيا اهي والفيسس ده بتاع البروليفريشن والديفرانشيشن بتاع السبرماتوجونيا لحد ما توصل لمتيور مطايل اسبرماتوزون او متيور مطايل اسبر الفيسس دي كلها ديت الاسبرماتوجينيس العملية بتبدأ في البداية خالص انت عندك بريمورديال جورمسيل اهي ديبلويد نامبر اف كرموزون بعد كده بتتكون السبرماتوجونيا والسبرماتوجونيا بقى هيبدأ مرحلة البروليفريشن والديفرانشيشن بانها هيحصل ميتوتك ديفيجن انقسام ميتوزي فهيديني حاجة اسمها برايمري سبرماتوصايت ثم البريمري سبرماتوصايت هيحصل لها فريست ميوتك ديفيجن تلاحظ ان الفريست ميوتك ديفيجن بقى في هابلويد نامبر اف كرموزون يعني بدلا ما كان ستة واربعون كرموزوم هيبقى تلاتة وعشرين والداني هنا السكندري اسبرماتوصايت ثم يحصل السكند ده زي الميتوتك ديفيجن مجرد انقسام لخلايا ما بيقصرش على عدد الكرموزومات فهي الديني اسبرماتيت ثم يحصل الفيس اللي بعد كده اللي هي اسبرميشن بقى ان انا عايز احول السبرماتيت لماتيور اسبر دي المراحل بتاعة السبرماتوجينيس يبقى السبرماتوجينيس يعبارة عن بروليفيريشن and ديفرانشييشن of السبرماتوجونيا to ماتيور السبرماتوزوه طيب الدوريشن بتاع السبرماتوجينيس في الادلت ميل الهيومن قد ايه من 64 ل74 يوم يبقى في البنى قدمين في الرجالة وطبعا السبرماتوجينيس مش بتحصل في الستات بتحصل في الرجالة بس المقصود ده في الهيومن في البنى قدمين بلاقي ان السبرماتوجينيس الدوريشن بتاعتها كان من 64 ل74 وسبعين ايه يوم الارقام تتحفظ ندخل بقى في الهدف الرئيسي الاولاني اللي هي النهاردة اللي هو فاكتورز افكتينج سبرماتوجينيس الفاكتورز افكتينج سبرماتوجينيس بتشمل رول اف سرتوليسيل هورمون الفاكتورز الرول اف تستيكول اف تمبريتشار الرول اف سنتران نيرف سيستم التأثير الارادياشن الهايبوكسيا والاسكيميا والتوكسنز سواء بكتيريال او كيميكال ثم الاثر تشمل الديت اند اثر فاكتورز هبدأ ب الرول اف ايه الرول اف سيرتوليسيل مهم جدا الرول اف سيرتوليسيل ممكن يجي سؤال واحده يقول لك اكسبلين رول اف سيرتوليسيل او يقول لك مثلا اول حاجة السيرتوليسيل بتعمل ايه ابص على الصورة والصورة بالف كلم هلاقي السيرتوليسيل لو بدأناها من مرحلة الاولانية في مراحل ايه السبرماتو جينيسيل انا قلت سبرماتو جينيسيل انا عايزة احاول السبرماتو جونيا بعملا بروليفريشن سما ديفرانشييشن انتم ماتيور موطايل سبرماتو زون فبلاقي ان السيرتوليسيل مهمة جدا من بداية اللي هي الجرم سيل ديفلوبمانت فهي بتبروفايد اسبيشيال انظام منت فور جرمينا سيل ديفلوبمانت بتوفر البيئة المناسبة والنوريشمنت للجرم سيل ديفلوبمانت سما هلاقي ان هزي السيرتوليسيل كل السيرتوليسيل مع السيرتوليسيل اللي في راحة فيه ما بينهم بيكون لحاجة اسمها البلوت تيستس باريير يبقى هزي السيرتوليسيل مهمة جدا لتكوين البلوت تيستس باريير وده مهم جدا عشان بروتيكشن أو سبيرم بروتيكشن من ايه فاستي بيون ومن ان في حاجة تدخلهم من الدم تضمر او حاجة تخرج كإن بروتكت من عملية السبيرماتوجينيسيس تدخل في الدم وتعمل مشاكل في الدم مناعية أو غيره يبقى البلوت تيستس باريير مهم جدا واللي بيكونه هو من الادجاسنت سيرتوليسيل ثم هلاقي ان هزي السيرتوليسيل بتسكرت ادف افليويد ريتش ان فراكتوز انا عارف ان النورشمن بتاع السبيرم هو الفراكتوز فبهلاقي ان سيرتوليسيل بتسكرت افليويد ريتش ان فراكتوز ذات بروفايد نيوتريان سفور زي ديفيلوبين جسبر بتطلع لي ايه او بتخرج لي ايه فليويد ريتش ان فراكتوز مهم جدا في نورشمنت او زي ديفيلوبين جسبر طيب اثناء عملية السبرماتوجينيسز واثناء تشكيل السبرماتيد انتو سبرماتوزوة بيتكون ريزيديوال بادس اجسام كده متبقية من التشكيل انا قاعد اشكيل في السبرماتيد عشان نعمل هيد وايه وباضي وتيل ف دورها انها بتفاجو سيتوس بتاكل الريزيديوال باضيز بروديوز دورين سبرميوجينيسز سبرميوجينيسز ده المرحلة اللي انا فيها بكون السبرم او السبرماتوزوة من السبرماتيد السبرماتيد كان شكل سيل عادي شكل السبرم بقى كوانته او سبرماتوزوة تكوينه بس لسه مسك في السيرتوليسل ده عملية اسمها سبرميوجينيسز وبالتالي السيرتوليسل مهمة جدا في الشابينج of the head and the tail of the sperm بتساهم في عمل الشابينج يعني بتشارك في عملية لايه السبرميوجينيسز ثم بعد كده حاجة اسمها سبرمياشن سبرمياشن يعني ايه بقى السبرماتوزوة are released from سيرتوليسل into the cavity والسيرتوليسل عشان افردق ما بين وما بين السبرميوجينيسز السبرمياشن the final stage of السبرماتوزوة انا بحول بقى السبرماتوزوة اللي مسك في السيرتوليسل into mature السبرم بتبقى released من السيرتوليسل into the cavity of the semina fast febule وبلاقي ان السيرتوليسل بت secret certain hormones يبقى قبل ما اتكلم على الهرمون secreted by سيرتوليسل لو انا رجعت كده ليه الرول of سيرتوليسل تاني عشان التكرار بيعلم الشطار يبقى علي اول حاجة لها protect function لانا بتكون البلوت test barrier ثم بت provide special environment for germinal cell development ثم بت secret infractors that provide neuter for the developing sperm ثم play a physical rule in shaping the head and the tail of the sperm ثم فا جوس او رزيديو الباطز رزالت فروم اه زي بروس او 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 جنيس ثم كلمة او دي عبارة عن conversion او سبر ماتيو ماتيو سبر يعني خلي بالك سبر ميوجينيس بتحول السبر ماتيو انتو سبر ماتيو زوها لسه مش ماتيور ولسه مسكة في السيرتوليسيل لكن السبرميشن بتحولها الماتيور سبرم بيسيب السيرتوليسيل ويدخل ايه جوه الكافيتي بتاعت ايه او السيرفز بتاع السيرفز الميكانيزم بتاع السبرميشن زي سيرتوليسيل غاية في الاهمية هلأ ان هزي السيرتوليسيل الممكن يجيو السؤال يقول لي list مثلا 5 هرمون سيرتوليسيل يبقى اول حاجة في حاجة اسمها مولاريان انهيبيتوري فاكتور المولاريان انهيبيتوري فاكتور يعني خلي بال العيل وهو جنين في بطن امه السيرتوليسيل شغالة وبتطلع مولاريان انهيبيتوري فاكتور ده مهمة في ايه تو انهيبيت فورميشن وفالوبيان تيوبس فورم مولاريان داكس انزيميل فيتا سبحان الله الجنين اسناء مرحلة الديفلوبمنت بيبقى جسمه يحتوي على مكونات الميل ومكونات الفيميل يعني ممكن ينفع يبقى ولد وممكن ينفع يبقى بنت لو هو يبقى ميل يبقى عنده يبقى سيرتوليسيل سيرتوليسيل هتطلع مولاريان انهيبيتوري فاكتور عشان تنهيبت المولاريان داكت اللي هتكون لي مين الفالوبيان تيوب المولاريان داكت از امبريونيك ستركتشار زاد ديفلوبس انتو زي في مير برو داكتف تراكت انكرودينج فالوبيان تيوبس ويوترس وسيرفيكس وقبر فمعنى انه بيطلع مولاريان انهيبيتوري يعني افل سكة ان الطفل ده يبقى يبقى ابنت توجهه في اتجاه انهيبقى ميل تاني حاجة هزه السيرتوليس اللي بتطلع حاجة اسمها اندروجين بايندينج بروتين هذا الاندروجين بايندينج بروتين فيديته ايه بيتكون باي سيرتوليس under the control of follicular stimulating هرمون اسمه اندروجين بايندينج بروتين يعني هو بروتين بيبايند تستوستيرون فبيحافظ على ال high stable supply of androgen in the tubular fluid يبقى to maintain a high and stable supply of the androgen into the tubular fluid يعني بيحافظ على التستوستيرون يبقى موجود جوة tubular fluid في مستوى عالي sufficient عشان الاسبرماتو جنيس تا السيرتوليس اللي كمان بتعمل ايه بتكون لي الاسترديو ودي مهمة في جرعة معينة بتركيز بكمية قصدي معينة انها بتزود لسبرماتو جنيس بس هنعرف كمان شوية ان الحاجة اللي بتزيد عن حدها بتتقلب لضدها لو لاي سبب الاسترادايو الكمية تزادت يعمل العكس يقل لسبرماتو جنيس لكن الفيسولوجيكا اللي بتاعه اللي طالع من السيرتوليس بيبقى سوف انتو سيميلات سبرماتو جنيس طب السيرتوليس بتطلع لحاجة تانية اسمها انهبين من اسمه انهبين يعني بانهبت بيمنع حقيقة انهبت مين هذا الانهبين هز هنجيب سيرتو حالا بصورة جميلة هنشوف هز هز سيرتوليس بتطلع هرمون اسمه انهبين تبي ساهم في الكنترول وفي سبرماتو جنيس عن طريق ايه انه فيه ما بينه وبين عشان يقلل طب ايه الاثر هرمون ذات ار سي كريت باي سيرتوليس في حاجة اسمها اكتفين من اسمها اكتفين يعني بتزود او بتنشط الاكتفين ده بيعمل ايه بيزود بتاع مين او بتاع وبالتالي هتأثر على اسبرماتو جنيس بيتطلع حاجة اسمها ده بيقلل فبيتحكم فين بردك بالسبرماتو جنيس بتطلع حاجات تانية زي واحد سوماتو ميدين سي بتطلع ده استورج ده بيمسك في الايرن ما له استورج استورج ده بلازمينوجين اكتيفيتور طب ينشط البلازمينوجين انتو بلازمين وده بيعمل ايه بيدسولف القلط سواء بقى بلاد قلط او لو في قلط بتكون فبالتالي منطقيان يبقى تلنع تكوين القلط في السمنف استيبيول او بتساهم بعد كده في السمن كواجولم لان السمن بعد كده بعد بيكون زي كواجولم كده زي جلطة كده بيبقى حاجة لازجة مش جلطة هو بيبقى كواجولم ده ايه ده بيدسولف المهم يبقى الهرمون سيكريت بتشمل الموليريان انهيبيتوري فاكتور اندرجين بايندين بروتين استرادايون انهيبين اند اذر زي الاكتيفين والفوليستاتين وانسولاي جروس فاكتور واحد وترانسفيرن وسايتوكاينز بتشتغل كابلازمينوجين ايه اكتيفيتور يبقى انا كده اتكلمت على اول حاجة اللي هي الرول سيرتولي سيلز انسبرماتوجينيس خد نفس عميك لانه برضا الفاكتور التاني الغالي في الاهمية اللي هو هورمون الفاكتورز افكتنج سبرماتوجينيس الهورمون ازا تشمل الدور بتاع الفوليكول استيميليتنج هورمون وال ال ال الهورمون او بيتقال عليه انترستيش سيل استيميليتنج هورمون تحفظ زي اسمك اسم الدلع ده و الاستروجين و عندك التستستيرون ثم ثيروكسن ثم جروس هورمون ست هورمونات مهم انتو بعرف حتى انا قسمتهم لك بطريقة سهل انك تحفظهم قلت لك انا عندي اتنين جونادو تروبيك هورمون اللي هو ال FSH وال LH وعندي اتنين سيكس هورمون اللي هو الاستروجين والتستستيرون وعندي اتنين متابوليك هورمون اللي هو الثيروكسن والجروس هورمون لو بدأت بالدور بتاع الفوليكول استيميليتنج هورمون مهم جدا علشان كلام جميلي ده بيزود تاني حاجة مهم علشان شغالة تالت حاجة بيزود اللي بيطلع بوسطة السيرتوليسل بيتكون under the control of رابع وظيفة اللي هي المرحلة الاخيرة الاسط ستيجز الاسبرماتوجينيس ال FSH مهم فيها طيب ال LH بقى او بتقال عليه انترستيش السير استيميليتنج هورمون ده بيستثير اللي دي جي سيل فبتزود السيكريشن of testosterone by this اللي دي جي سيل واللي دي جي سيل اسم الدلع بتاعها انترستيش سيل عشان كده بنسميه هذا الهورمون انترستيش سيل استيميليتنج هورمون لانه بيستيميولات الانترستيش سيل عشان تطلع التستيسرون اللي هو مهم جدا في عملية الاسبرماتوجينيس زي ما اقول ضروحة الهورمون اللي بعد كده الاستروجين الاستروجين زي ما قلنا من شوية اسفورمت باي سيرتولي سيل under the control of follicular استيميليتنج و هورمون استيميليش الفيسيوليجيكا اللي بل بتاع الاستروجين باي سيرتولي سيل السفاشن تتو استيميليت اسبرميوجينيس اند اسبرمياشن عرفنا الفريبين ولكن خدها قاعدة في الحياة الحاجة اللي بتزيد عن حدها بتتقلب لضدها excessive استروجين بيلخبط الريشيو اللي ما بين الاستروجين والاندروجين بيزود الاستروجين اندروجين رشيو الكافة بيتميلقه بقى ناحية الاستروجين وقل الاندروجين فهيقل الف H secrete فيعمل Flow بيرمياتو جينيس يبقى الاكسسيف استروجين هيرفع الاستروجين اندروجين رشيو فهيقلل هو بالتالي يامل الانهيبشن للسبرماتوجينيس طب ايه الدور بقى بتاع التستوستيرون اللي هو الاندرجن بقى ده رومون الذكورة ده التستوستيرون مهم جدا في الديفلوبمنت والمينتنس بتاع الجيرمينال ابيثيليم اللي هو النواء الاولى اللي بيتكون بعد كده منها مراحل لسبرماتوجينيس تاني حاجة التستوستيرون بيساهم في الكمبيلت ميوزيس انا قلت عندي مرحلتين من الميوزيس ميوزيك ديفيجان واحد وميوزيك ديفيجان اتنين ده بيساهم في ان الميوزيس يكمل ثم مهم في الاتستيجس الاسبرماتوجينيس الاسبرميوجينيس يبقى انا اتكلمت على الاتنين اللي هما الجناد وطرفيك هرمون واتكلمت على الاتنين سيكس هرمونز والمما الاستروجين والتستوستيرون الاتنين متابوليك هرمونز بقى اول حاجة الثيروكس ده بيزود عن طريق انه بيزود السيل متابوليزم احنا عارفين ان الثيروكسن من الهرمونات اللي بتشتغل على الميتابوليزم بتزود الميتابوليزم ولو برضي بعدي ولذلك نقص السيروكسن او او ابسنس او كريتينيزم كريتينيزم ما خدناه في الثيرويد في نقص في الثيرويد هرمون هرمون النومو ده بيزود الارلي ديفيجن وفي السبرماتوجونيا يبقى مهم في السبرماتوجينيز ولا لا مهم إتس أبسنس لو الجروث هرمون إز أبسنس او ديفيشن زي في حالة البتيوتري دوارفزم هقدي الى ديفيشن السبرماتوجينيز السبرماتوجينيز هتقل يبقى خلي بالك عشان الهدف ده غاية في الاهمية وتسيقل كتير جدا لو ما تسألش مسكو تسيقل السؤال شرط إيس كويتش السؤال مقالي ايه هي الهرمون فاكتورز افكتنج سبرماتوجينيز يبقى انت عندك اتنين جنادوطفك هرمون اللي هو FSH والLH وعندك اتنين سيكس هرمون اللي هم الاستروجين والتسترون وعندك اتنين متابوليك هرمون سيروكسين وجروث هرمون طيب لما رجعتني بقى للأهداف انا قلت اتكلمت على الفاكتورز افكتنج سبرماتوجينيز اتكلمت على الرول بتاع السيرتولي سيل اتكلمت على الهرمون نتكلم على هدف مهم جدا 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 وحطينا عليه الحالة بتاعتنا دليل انه ايه انه هدف مهم اللي هي التستيكولر темперيشر ايه علاقة التستيكولار سبرماتوجينيز يميني اعرف ايه بتاع التستيكولار تمبريشر اللي موجودة جوه التستيس. على السبرماتوجينيسيس. ثم الفاكتور زاد مينتين. اللي هو تستيكولار تنبريتشار. عن عن بتاع البادي. وايه يعني حالة زي الحالة بتاعتنا ده كل يوم شاب رايح كل يوم الزونة. وبتعرض لاجة حراع عالية. ايه المشاكل? ده اللي محتاج نعرفه. اولا ايه اهمية السبرماتوجينيس? وعملية تكوين السبرم بتحتاج درجة حرارة منخفضة عن درجة حرارة الجسم. درجة حرارة الجسم حوالين السبعة وتلاتين. يعني مسلا ستة وتلاتين سبعة من عشرة. سبعة وتلاتين واحد من عشرة. اتنين من عشرة. ماشي دي درجة حرارة الجسم. لكن السبرماتوجينيس عايز درجة حرارة لقيلة. تقريبا حوالين اللي كانت اتنين وتلاتين درجة. سيئل ايه زي. علشان تبقى فيه سبرماتوجينيس. لو زادت قوي ضمرت التستس. ولو قلت قوي برضاك هتضمرت التستس. حاجة اللي بتزيد عن الحد بتتقلب للضد. طيب ايه هي الفاكتورز? وتتساءلت كتير. ايه هي الفاكتورز? زادت من تيل لو تستيكولار تمبريتشار. ازاي التمبريتشار بتاع التستيس? بتدنها عند اتنين وتلاتين درجة سيئلزية. اول حاجة. الخصية موجودة برة الابدومينا الكافتي متعرضة للجوي. بدرجة اقل من درجة حط الجسم. تاني حاجة ابسنس اوف سابكوتينيس فات انسكروتوم. مفيش سابكوتينيس فات في الايه? في الكس الصفن. الكس الصفن اللي هو الايه? الغلاف المغطي بايه? المغطي الخاصي. الجلد المغطي الخاصي. طيب. يعني معناها ان الاسكروتوم مفيش فيه سابكوتينيس فات. فسهل او انه يتأثر بدرجة حط الجوي اللي حواليه? سهل انه يفقد حرارة. مش هزيبقى درجة حطو اقل من الجسم. تالت حاجة. الكريماستريك مسل او اسمها دارتوس مسل. دي موجودة في الول بتاع السكروتوم. لما يكون الجو حر جو الانفارمينتل تمبريتشر حر. العضلة دي بترتاخي. بتشد الايه? بخصية بعيدة عن الابدومن بقى تحميها من درجة حال العالي. بتاعة الابدوم. لما يكون الجو اللي حواليك البيئة المحيطة ساعة. العضلة دي ديت اللي هي الكريماستريك مسل او الدارتوس مسل بتكونتراكت. لما بتكونتراكت بتشد التستس الخصية في تريح الابدومن عشان تتأثر بالحرارة بتاعتها شوافة لطف درجة حرارتها تنزلها الاثنين وتلاتين. شفت العظمة بتاعت ربنا? عضلة وظيفتها المساهمة في الحفاظ على درجة حرارة الايه? التست السبت. عندي اثنين وتلاتين درجة سيلا زي. طيب في حاجة اسمها كاونتر كارانت هيت اكس اتشينجر. انبام بنيفورم بليكس. الكاونتر كارانت هيت اكس اتشينجر. ايه فكرتها? قال لك الورم بلاد ان ارترز. الارترز جايبة دم من جوه الجسم. ورايحة نحيط البريفوري نحيط. اه التست. رانزي برالي الان ان 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 زي اوبوزو دايريكشن بط ان زي اوبوزو دايريكشن تو كل بلاد انزي فين? خلي بال. لما بص على الصورة والصورة بالف كلم. الكاونتر كارانت هيت اكس اتشينجر. بلاي انا عندي ارترز اهو. مودة دم من ناحية التست. الارتري من داخل الجسم. او الوريد ماشي في ريحه ولكن في عكس الاتجاه. شايل الدم من التستس في اتجاه ايه? داخل الجسم اهو. والفين ايه? اه? يعني واخد ايه? اه شايل دم ساعة شوية من اله من ناحية التستس مدخلنا حاجه. فبالتلامس هنا ما بينه الاتنين هيبقى فيه فبالتالي الحرارة هتنتقل من الارتري للفين. فالفين الدم اللي فيه يدفوه داخل الجسم والارتري الدم اللي فيه ساعة شوية هو رايح ناحية التستس. فبالتالي نحافظ على درجة حرارة التستس ايه? سابتة عند تقريبا اتنين وتلاتين درجة سليزي. يبقى زي اسأل له. دي كاونتر كارنت اكس تشينج افهد فروم ويرن ارتريال بلات وكولد فينس ايه بلات. وقال لك ملحوظة مهمة جدا. في كاونتر كارنت اكس تشينج التستسترون بارتك. ليه? علشان احافظ على التستسترون مركز جوه التستس. وده مهمة عشان الاسبرماتوجينيس. والنقطة ده مهمة جدا. الناس اللي عندهم الاسبرماتوجينيس ضعيفة. نتيجة نقص التستسترون. هل ينفع عندهم من برا علشان عوض نقص التستسترون? هدوا لهم كده وياخدوه علشان ينزل في الدم ويروح للتستس قال لك لا. ده ممكن يضع اكتر ماينفع عليه. نتيجة التستسترون ان التستسترون يجي يروح على التستستست بد كونتر كارنت ميكانيزم هتمنع دخوله ناحية التستستستسترون. بس في كارسك حصر. يعني اولا ما استفادش منه. التستستستستكمش هتستفاد من التستسترون اللي انا ااخدوه من برة لكن هتضر في ايه? ان انا ما اخد تستسترون من بره البلات تستسترون هيعلى. فيعمل ايه? نيجاتف فيدباك على ال ال اتش. من الانتيري وبتيوتر. وال ال اتش مهمة جدا في عملية وفي الجونيد الفانكشن. يبقى انا كمان قللت الوظيفة الزيادة ولذلك الشباب اللي بحوا جيم وياخدوا ايه? تستسترون كلام ده بيدروا نفسهم. بيبقى ايه? اجسام البغال و جينتا الارجن العصافير. خلاص? وبتأثر على بتاعته. يبقى لما بص على الصورة كده? او بص على الصورة ودايما بقول الصورة ده الف كلمة. اول حاجة ان السكروتام اهو. هو الغشاء بتاع الصفن اللي هو الجلد اللي حوالين التستس اه? سكروتام. موجودة برا الابدومينا الكافتي. تاني حاجة سكروتام كونتين نو سبكوتينياس فات. مفيش سبكوتينياس فات. تالت حاجة وجود الكريماستريك ماسل او الدارتوس ماسل. كونتراكتس ان كولد. فبتشد الايه? التستيكيل تورز ابدومن. وبتريلاكس انهوت وزر. فبتبعد التستيس عن الابدومن. ورابع حاجة الكاونتر كارانت. ايت اكس تشينجر. وقلنا انها كاونتر كارانت ايت اكس تشينجر. مهمة جدا انتم منتين. قلنا فيه في التستيس حاجة انا اسمها كاونتر كارانت اكس تشينجر فور تستو ستيرون. طيب انا كده اقلت اهمية التستيكولر تنبريتش ايه? ايه? طيب ايه هو? يعني الشاب دوت اللي كل يوم بيروح السونة علشان عايز ينزل وزنه او يستفد بفايدة السونة لجسمه لجلده اعرفش ايه? وكل يوم بتعرض لدرجة حرارة عالية. بالتأثيرها ايه? على السبرماتوجينيس ازا. انا خلي بالك. انكنيز تستيكولر تنبريتشور اند سبرماتوجينيس ايه اللي يرفع التستيكولر تنبريتشور? ايه حالة بتاعتنا? زي السونة. بيستخدم مثلا خمسة بيتعرض لخمسة واربين درجة سليزية فور سيرتي منت بردي. يعني كل يوم مثلا نص ساعة بيقعد في درجة حرارة عالية خمسة واربين درجة سليزية. او في الرياضيين اللي بيستخدموا الرياضيين مثلا اللي في سباق العجل ولا معارفش ايه وبيركب العجل مسافات طويلة وبسباق ومعارفش ايه بيستخدم عشان يحميه. دعام عشان يحمل ايه? التست. فاستخدامها لمدة طويلة بتأثر بترفع درجة حرارة الايه التست. او حاجة اسمها كريبتوركيديزم. او يتقال عليها كريبتورشيديزم. تتنطق كده او كده. اللي هي الاندسيند تست. بص على الصورة والصورة بالف كلم. الطبيعي ان التست بساعة المنشأ والعائل جانين في باطنهم وبتبقى وبعدين تنزل في البلفز في في السكروطن. ففي بعض الاوقات بتقف في السكة وما بتنزلش بنقول اندسيند تستيكل. تتحشر في القناة هنا مسلا او ما تنزلش من الابدومن. فنقول عليها اندسيند. فهنا واحدة ديسيند دا والتانية اندسيند. يبقى كريبتوركيديزم او كريبتورشيديزم فاليير او تستيكولا ديسيند انسكروطن. اللي بقول عليها اندسيند تست. ممكن يكون سببها ناقص الايه تستيسيرون. لان زي ما نشوف او شوفنا بتاعت تستيسيرون قلنا انه مهم في اه اه ديسيند او تستيس في الليت منصز او ايه او اه اه بريجنسي. دورينج في طلعي. طب وبالتالي بنعالج الاندسيند تستيس او الكريبتوركيديزم بايه? ممكن نعالجها اه ميديكال تريتمنت ان انا اديت تستيسيرون. جاب نتيجة خير ما جابش ادخل على السيرجيكال ايه? تريتمنت ان انا اعمل سيرجيكال ديلاتيشن. لو كانت الاندسيند تستيس محشورة في الاندسيند الكنال. الكنال كده ايه من خلالها تستيس بتنزل? لليسكروطن. طب ايه? قال لك بتقلل السبير مكون طب ليه? انها زيادة التستيكولار تستيكولار تنبريتشر بيقدي الى ديجينيريشن اوف ديول اوف زي سيمينيفرا ستيبيولز ان استريليتي. يبقى انا كده عرفت تأثير زيادة التستيكولار تنبريتشر على السبرماتوجينيس نكز لانها مهمة جدا جدا جدا. يبقى انا لو رجعت تاني بقى الفاكتورز افكتنج اه سبرماتوجينيس اتكلمت على الرول اوف سيرتوليسيل اتكلمت على الهرمون الفاكتورز اتكلمت على اه الرول اوف تستيكولار تنبريتشر. طيب الرول بتاع السنترال نيرفا سيستم. مهمة جدا. الرول بتاع السنترال نيرفا سيستم. انا خلي بالك. انا عارف ان الهايبو بتكونترول الانتيريو بتوتى الجلاند اللي بدوره هيكونترول بريفا الجلاند زي يمين زي الجونيز. والهايبو سالماس فيها الدوبامي نيرجيك and the noradrenergic نيرونز بتأفكت الرليز of releasing effector from هيبو سالماس. ففي حاجة اسمها هيبو سالاميك الدوبامي نيرجيك and the noradrenergic نيرونز. الاستيميليشن بتاعهم بيزود release of gonadotrophene releasing hormone من الهايبو سالماس. وبالتالي هيزود الجنادو تروفين secretion من الانتيريو بيتيوتري. يعني هيزيد الريليز بتاع الليوتنيزنج هورمون والفوليكولر استيميليتنج هورمون. وبالتالي. سايكيك استيميلاي. افكتنج استيميلاس. انا عارف ان الافكتنج الهايبو سالماس. وانا عارف ان الهايبو سالماس مركز الانفعالات في جسمي. هيدي الى يعني تخيل واحد متوتر واحد قلقين واحد عصب وكلام. التوتر والكلام ده بيأثر على الفرتليتي. على الايه? الفرتليتي المقدرة على الانجاب. على الانجاب. فهنلاقي السترس بيقلل الدوبامين. وبالتالي هيقلل الجونادو تروبينز. يعني هيقلل الف اس اتش وال ال ال اتش. ولكنه بيزود البرولاكتين. الحتة دي سيل كتير امس كيو. يبقى الاسترس هيقثر على الهايبو سالماس. فهيقلل الدوبامين ويقلل الجونادو تروبينز ولكنه يزود البرولاكتين. لما بص على الصورة والصورة بالف كلمة علشان افهم الدور بتاع السي ان اس او سنترل نيرفا سيست. يبقى الطبيعي ان انا عندي في دوبامينرجيك اندنور ادرينرجيك نيرونز موجودة في الهايبو سالماس. بتكنترول السيكريشن بتاع الجونادو تروفين ريليزنج هرمون من الهايبو سالماس. اللي بينزل عن طريق الهايبوثلام وهيبوفيزية البورتال تراكت او البورتال سيركوليشن. ينزل على الانتيرو البتيوتري علشان يعمل ايه? يطلع لجونادو تروف جونادو تروف كورمونز. اللي هو الاف اس اتش والالي اتش. اللي بيشتغلوا على تستس يزودوا الاسبرماتوجينيسس. الاكسس ده بيتأثر بالسترس بيقل مع الاسترس. وقادل خطواتها هي. دوبامينرجيك نيرونز. ونور ادرينرجيك. زوادت لريليز بتاع الجونادو تروفين ريليزنج هرمون. نزل على الانتيرو بتيوتري. زواد الجونادو تروف كورمون اف اس اتش والالي اتش. الاف اس اتش بيشتغل على السيرتولي سيل. بيزود السبرماتوجينيسس بالاكشن اللي احنا قلناه. والالي اتش بيشتغل على الالي جي سيل. اللي موجودة في التست. طبعا. فبيزود التستوسيرو. وبالتالي. الاسترس بيعمل ايبقى بيقفل الاكسس ده من فوق. بيقلل الدوبامين. الاسترس او سايكيك السوميلار. بيقلل الدوبامين. وبالتالي هيقل الجونادو تروفين الليزنج هرمون. وبالتالي هيقل الجونادو تروفين هرمون. ويزيد البرولاكتين هيقدي الى الفرتلتي. وانا عارف قبل كده. وانا بداخد في البرولاكتين. كنا بنقول. البرولاكتين هو دوبامين الناتشر. وبالتالي. دي كريز دوبامين هيزود البرولاكتين اللي هو نفسه بيقلل السبرماتوجينيس. يعرفنا ان الاسترس ازاي بيقلل الفرتلتي. لانه بيقلل السبرماتوجينيس. ليه؟ لانه قلل الدوبامين وزود للبرولاكتين. كده انا اتكلمت على ايه؟ في الفاكترز افكتنج سبرماتوجينيسيس. اتكلمت على الرول او سيرتولي سيلز. على الهرمون الفاكترز. على التستيكولار تنبريتشر. على السنترال نيروز سيستم رول. الارد ييش? التعرض للاشعاع. التعرض للاشعاع بيعمل دستراكشن للجور من الابيسيليا. ولكن خلي بالك. تقول لي ما هو فيه فن معمل شغال او فن شعاع شغال على طوله بتعرض للاشعاع وهو راجل بيونجيبه عنده اولاد ومعرفش الكلام ده. اقول لك خلي بالك. يعني ما بتقصرش. يعني احنا بنستخدم جرعة من الاشعاع ما تضرش باللي حواليك. ولا بتضر بالبنهادة من نفسه اللي هنعمله الاكسراي. مثلا. طيب الفاكتور اللي بعد كده لك هيبوكسي. اسكيميا. اندي توكسنز عن باكتيريال او كيميكال بتقلل الاسبرماتوجينيس. طيب امال ايه هي الاثر فاكتورز افكتينج اسبرماتوجينيس. قلنا هتشمل الضايت وفيه ازرز. قال لك الضايت الاكل بقى ما عايز اكل صحة علشان يبقى مناسب للاسبرماتوجينيس. اكل غاني بالبروتينات وغاني بالفيتامينات. طيب السبرماتوجينيس ممكن تقل في الحالات الاتية بالنسبة للضايت بالنسبة لنوع الاكل. لو فيه سيفير بروتينات في الاكل. هتقلل ال FSH والLH. فهتقلل السبرماتوجينيس. لو فيتامين A is deficient. فيتامين A deficient. سنقص الفيتامين الاف. بيقلل السبرماتوجينيس عن طريق انه بيقلل كيراتينيزيشن. and اتروفي افشور من الابيسيليا. فيتامين B deficient. بيقلل السبرماتوجينيس عن طريق انه بيقلل الميتابوليزم. نقص الفيتامين باثناشر بيقلل الميتابوليك بروسيس. طيب فيتامين C هتقلل السبرماتوجينيس لانها فيتامين C مهم جدا. لو نرجع بالذاكرة للأدرينا الكورتكس كنا بنقول ان الأدرينا الكورتكس فيها فيتامين C. مركز كيتين ليه? لانها مهم في تكوين الاستيرويد هورمون. طيب التستوستيرون استيرويد هورمون. يبقى نقص الفيتامين C هيقدي الى نقص التستوستيرون وبالتالي هيقلل السبرماتوجينيس. ووجد انه في الانيمال في حيونات التجارب بيعمل او تيوبولار ديجينيشن. حتى لو لم تثبت في الهومن. فده برضك يدي انطباعة طالما في الانيمال يبقى في احتمال انها تحصل في الهومن. ان تعمل الربيرسابول تيوبولار ديجينيشن. انتعمل ديجينيشن لسمنفرس تيوبولز. فتقلل السبرماتوجينيس. كلام جميل. يبقى انا لحد دلوقت الفاكتوس هي تشمل ايه? اولترول اوبسرتوليسل. هورمونال فاكتوس. تستيكولار فيه ازارز بقى زي ايه? اوكيوبوشنال اكسيبوشر تو هازارز. واحد تبع وظيفته يعني على سبيل المثال. واحد شغال فن اشعاع. ممكن يتعرض. واحد شغال في في معمل او في مركز ابحاث وبيتعرض لايه? لتوكسيس. يقصب. جينيتك ابنورماليتي في مشكلة في الجينات. اميون ديسوردر. مشاكل مناعية. فيه ترومة واحد غتقطة في التستيس مثلا ودمرتها. هتأثر. لو في فيرال باكتيريا او بتأثر على التستيس. يبقى هتأثر على الاسبرماتو ايه? سبرماتوجينيس. كده خلصنا الهدف الرئيس الاولاني والكبير جدا لنا النهاردة. الهدف التاني حاجة اسمها الميل سيكشوال اكت. الميل سيكشوال اكت اللي هو دور الراجل في العلاقة الزوجية. ايه اللي بيحصل? فيه تلات مراحل. عشان يحصل عملية الايجاكوليشن. لعملية القاسم. لازم الاول يحصل انتصاب للبنس. وده ريفليكس. ثم اميشن. ثم ايجاكوليشن. ناخدها خطوة خطوة عشان نفهم اه الدور بتاع الراجل في العلاقة الزوجية. بداية من الايجاكوليشن نهاية بالايجاكوليشن. اول حاجة الايجاكوليشن. زي اي ريفليكس في الدنيا. فيه استيميلوس. فيه سنتر. في افرنت. في ريسبونس. وفي حاجة بتأثر على هذا الريفليكس. فالاستيميلوس بتاع الايجاكوليشن ريفليكس. امبالس جاية منين من الجينيطاليا. استيميلاشن او زي جينيطال اورغان زي البينس زي. واكتر جزء فيه البينس. اللي هو الجلانزي بنس. الجزء المغطل للبينس. جزء الامام. او امبالس جاية نازلة. اه من الدسيندينج تراكس. زيات لو فيه مثيرات نفسية. واحد تخيل حاجة. او شاف حاجة. عملتلو ايروتك سايكيك استيميلوس. هتأثر على البرين. مين لي? الهابوس على الابوس. هتنزل دسيندينج تراكت. توميديات. يبقى الاستيميلوس ممكن يكون جاي. يكون سوماتيك استيميلوس. انه فيه استيميلاشن ليه? الجينيطال اورغان. او ايروتك سايكيك استيميلوس. هو افكر في حاجة او شاف حاجة. السنتر موجود في واحنا بناخد في الاوترونيك نارفا سيستيم كنا بنقول ان البراسمباساتيك هو المسؤول عن الاريكشن. البلفيك نارف نارفي ايريجانس. وكنا بنقول السنتر موجود فين? في اللقطة الهونسل. او اس اتنين وتلاتة واربعة. طيب هيبقى ماشى من خلال البلفيك نارف اللي انا بقول عليه نارفي ايريجانس. وهذا النار اللي بيحتوي على اسيتائي الكولين هو معاكوة ترانسيميتر اسمه في اي بي. الفاظو اكتف انتستاينال بيبتايت او الفاظو اكتف اللي بيترويبتايت. وده الفاظو دايلاتور. ما يحصل فاظو دايلاتيشن في الاريكتائي التشو بتاع البنس. ايه اللي بيحصل? هيحصل دايلاتيشن الارتيريون هتوسع. الارتيريون زي فرحها فينس. البريجر جول الارتيريون عالي. وهي. ما يحصل دايلاتيشن الارتيريون بتعمل على النيبرينج فينس. فهتعمل بلوكينج الاوتفلوب بتاعه. فيبقى في احتقان في البينس في الاريكتائي التشو. فيصل ايريكشن. طيب. ايه الحاجات اللي بتأثر في الاريكشن ريفليكس? انه ممكن يبقى انهيبتت بسنباساتيك فاظو كونستريكتور امبرس. واحد متوتر. السنباساتيك يشتغل. فيبقى فيه فيليا ممكن يبقى فيه فيليا روف ايريكشن. طيب بقى دا اول حاجة تكلمنا عنها الاريكشن ريفليكس. ادي الصورة قدامها والصورة بألف كلمة. السنتر بتاع آآ الاريكشن موجود فين في السكرة سيجمينتز اس اتنين وتلاتة واربعة. ممكن يستثار بامباسز جيا له من آآ جلانزي بينيس اهو. وممكن يستثار بامباسز جاية من السيكشوال ترايجر من فوق كده من ديسيندينج تاكسيكشوال ترايجر يعني ايه? آآ مثيرات اثرت عليه نفسيا. فكر يعني شاف حاجة سمح حاجة. اه تخيل حاجة. فأثرت على المخ بتاعه. بنى ومضات. في البرين. لزالهايبوسالماس. نزلت السيميلاتوري امبلز. لآآ الاوروتيك سنتر. ثم الافرينت يبقى من خلال البلفيك نيرف. نيرفو ارجانس. عشان يعمل ايه? يعمل. آآ. قال لك خلي بالك الملوحظة اللي جاي دي مهمة جدا تصير فيها حاجات امسي كيو. قال لك ان نيرفو ارجانس زي ما فيه فيبرز بتحتوي على اسطايل كوليين. ومعها فيه برضك نان ادرينارجيك نان كولينارجيك فيبرز موجودة في النيرفو ارجانس. بتحتوي على النيتريك اوكسايد. والنيتريك اوكسايد دابوت انتفازو دايليتور. بيشتغل ازاي? بيأكتيفيت البوانيل سايكليز. فبيزود السايكليك جي ام بي. اللي هو بوتينت فازو دايليتور. يبقى بالتالي. النيرفو اوكسايد بيزي بري دومينانت رول انزي برو داكشن الفريكشن. يعني الاريكشن بيتم بتأثير قوي جدا من مين? النيرفو اوكسايد. له دهر مهمة قوي في عملية الاريكشن. طب تاني فيس من الميل سيكشوال اكت. حاجة اسمها اميشن. بالعربي كده ده كلمة اميشن يعني انبعاث. عارفهم الايامة كده كله ينبعث منه الكبور. فانت عندك السمن بيتكون من ايه? من سبارم جاي من التست. وسيكريشنز جاي من اماكن مختلفة. زي ايه? سيكريشنز جاي مسلا من. اه موجودة جوه الايبديديمس. سيكريشنز جاي من السيكريشنز جاي من البروستات. سيكريشنز جاي من البالبو. يوصل جلاندن. ما انا اقعد افض السيكريشنز من كل الحاجات دي كله اجمعها مع بعض. بعملها انبعاث. دي مرحلة ما قبل الايجاكريشن. انا باعمل انبعاث لهذه ايه? الحاجات علشان بعد كده يحصل ايجاكريشن. بيحصل انبعاث للناس من كبه عشان هيحصل الحساب. ربنا يحسن ختمنا يا رب. يبقى الاميشن ريفليكس كديفينيشن اتزي دي بوزيشن. وفي سيمينال فليود انتو بوستيريور يوريسرا. يعني انا قاعد هطلع بقى السيكريشنز زي ما اشوف من كل مكان في المين ريبو داكتو سيستم. ووصلها لحد البوستيريور يوريسرا. مرحلة ما قبل الايجاكريشن. حتى بيعتبروها الفريستي فيس. وفي ايجاكريشن. ودي بتبقى سيمباساتيك ريفليكس. النيتشر سيمباساتيك سباينا القرد ريفليكس. الاميشن كان بارا سيمباساتيك ريفليكس. الاميشن سيمباساتيك ريفليكس. الميكانيزم بيتم ازاي? بصوا على الصورة والصورة بالف كلمة. بيحصل كونتراكشن. للأبيديديميس. للفاص ديفرانس اهو. للامبولة اوف زفاص. ده سايته في ستورج اوف سيمين. ويحصل كونتراكشن لسيمينة الفيزيك الفاتفاد محتوياتها مع السبار. ثم كونتراكشن للبروستات. وللقوبرز جلاند او البالبو يوريسر الجلاند. كل ده بقى. يختلط مع بعضه في ساي لقول له اسم السيمين يبقى موجود في البوستيريور. يوريسر كمرحلة ما قبل الايجاكوليشن. يبقى الميكانيزم في كونتراكشن. اوف واس ديفرانس. اندي اتس امبولة. ادي لا اكسبالشن اوف سبارم انتو انترنال يوريسر. زين كونتراكشن اوف بروستاتيك كابسول. اهو. اندي سيمينال فيزيكيز. هي ادي الى ايه? اكسبالنج. اوف بروستاتيك اندي سيمينال فيلوود. بارده طورد زي ايه? انترنال يوريسر اوف بستيريوريسر. او زيس فيلوودز ار ميكسد ان انترنال يوريسر ويز ميوكس سيكريتد باي البالبو يوريسر الجلاند. البالبو يوريسر الجلاند هي نفسها او الكوبرز جلاند. بتطلع ميوكس. كل ده يختلط فين? في الانترنال يوريسرا. او البصير يوريسرا اوه. يعمل للسمن. ده كمرحلة تمهيدية لبعد كده يحصل ايه? اللي هي المرحلة التالتة. الاجاكوليشن بقى. احنا الاول عملنا اريكشن ثم عملنا اا كوامنا بقى السمن وكوناه وخزنناه. في الانترنال يوريسرا وجهز على انه يحصل له ايجاكوليشن. قصف. يبقى السمن اوت اوف دي يوريسرا. هنطرد بقى السمن اوت اوف دي يوريسرا. از تايم اف اورجازم باي كونتراكشن. اوف دي بالبو بالبو كافرنوزس مصر. لو بصيت فين البالبو كافرنوزس مصر ايه. اذا البنس اوه عند البنس بتاعته فيه هنا هو التعادلة اسمها البالبو كافرنوزس مصر. دي تعمل سكويزنج. للبنس فتعمل ايه? تفضي الوريسرا. من السمن اللي موجود فيها فتعمل عملية الايجاكوليشن. يبقى بروبالشن دف السمن اوت اوف دي يوريسرا انز تايم اوف اورجازم. اسنان الى علاقة الزوجية او اسنان النشو. طب الاورجازم هو عبارة عن ايه? بليجابل ايه? فيلنج. زات يوجوالي اوكير سيملتانيوس لهوز. اميشن اند اور ايجاكوليشن. وعبارة عن ايه? احساس ممتع او احساس لذيذ. بيصل في نفس اللحظة بتاعت الايميشن او الايجاكوليشن. والفيسيوليشيك ميكانيزم بتاعته is unknown. بتاع الاورجازم. الافرنت بسوي بتاع الايجاكوليشن is mostly fibers from touch receptors in the glansi penis. الجلانزي بنس اللي هو ايه? الجزء الامامي دوت بتاع البنس. زات ريتش اسبينا الكوردس روز اينترنل بيودين دالنيرفز. يبقى الافرنت بسوي بتاع الايجاكوليشن. بييجي منين الفيبرز جايه منين من التوتشي ريسيبتورز اللي موجودة في الجيلانزي بينيس. او بصيت على الصورة دي كده. يبقى بتجيجي من الجيلانزي بينيس. اه. دي اللي انشيات الايه? بعد كده. يبقى انا كده اتكلمت على والاكت اتكلمت على والامشن والاجاكوليشن. دوز اللي بعد كده حاجة اسمها مهمة جدا جدا جدا. يهميني اعرف. يهميني اعرف الطايم بتاع بيتم امتى? الميكانيزم والديسوردر. راية في الاهم. مهمة جدا جدا ممكن تجيجي سؤال شرطيس كتير. يعني ايه سبرمي كباستيشن? عبارة عن بروسس باي هويتش سبرمي بيقام ايه? السبرمي بيقام كيبابل اف بنيتريتنج زي لاير اف جرانيولوزا سيلز. ذات كافر زي اوفا. يبقى اول حاجة الديفينيشن. بروسس باي هويتش سبرمي بيقام كيبابل اف بنيتريتنج زي لاير اف جرانيولوزا سيل زات كافر زي اوفا. ابص على الصورة والصورة بالف كلمة. اذا جرانيولوزا سيل بتغطي الاوفا. انا عايز السبرمي يبقى قادر على اختراق هذه الجرانيولوزا سيل علشان يروح على الاوفا يحصل عملية الفيرتليزيشن. يبقى دية حاجة اللي اسمها الكباسيتيشن. يعني بنحول السبرمي الماتيور السبرمي اللي قادر ماتيور السبرمي كيبابل فور بنيتريتنج زي لاير اف جرانيولوزا سيلزة كافر زي اوفا. الطايم بتاعه. فيو اوارز افتر بينج دي بوزيتد انزي في ميل جي نتال بعد عملية سيكشوال انتاركورس وحصل ايجاكيوليشن وحصل دي بوزيشن للسمن في الفيرمي الجي نتال تراكت. بعد ساعات بنبدأ عملية الاسبرمي كباسيتيشن. طب الميكانيزم. هبص على الصورة والصورة بألف كلمة. قال لك الاسبرمي في الميل جي نتال تراكت. بيبقى ايه? احنا عافين ان الميل ده الهيد بتاعته فيها اكروزوم اللي هي بتكونتين. البروتوليتك انزايمز وادل نيوكلس. الاكروزوم دهوت. بيبقى متغطي. بفيزيكيل زي فيلد ويز كوليسترول. وفيزيكيلز ده هي. اللي بتغطي. اللي مليانة كوليسترول ده هي. بتمنع. الربشر زي بتعمل بروتيكشن كده. بتاع الميمبرين بتاع الاكروزوم. فما يخرجش البروتوليتك انزايم. ده حاجة مهمة جدا. لانه لو خرج. لو حصل بريماتيور ريليز للاكروزوم القنتنت. وفي بروتيوليتك انزايم هتدمر الميل جينيتال تراكت. بتخلي الشخص انفرطايف. شوف. وكل شيء عنده بمقدار. بعد ما بيحصل دي بوزيشن للسمن في الفيميل جينيتال تراكت. الاسبير ما هيبدأ يحصل فيه كابستيش. يعني ايه? هلاقي ان الاكروزومة الكاب او الاكروزومة اهو. الفيزيكيلز اللي حواليه ما عادتش موجودة. طول ما هو ماشي في الفيميل جينيتال تراكت. بتتشل من حواليه الفيزيكيل. لحد ما بقيتش متغطي ايه? يبقى. لوسيز اكسيس كوليسترول اهو. معادش متغطي بالايه? بالفيزيكيل اللي بتحتوى على كوليسترول. وصل للقوفام. ما عادش فيه كافرينج من الايه? من الفيزيكيل اللي بتحتوى على الكوليسترول يعني معناها حصل كابستيشن. فهيحصل ايه? آآ ريليز للاكروزومة الانزايمز. والاسبير ما يبدأ يعمل للقوفام عشان تحصل عملية الفيرتليزيشن. يبقى مارجع للميكانيزم تاني تبقى فاهم ان الفيليويد انزي سيمنفرس تيو بيقول. اباديديمز وفاصدفرس. كونتين ايه? فيزيكيل زي فيلد اوف كوليسترول. كافرينج ازي اكروزوم انزي بريفينت ريليز اوف بروتوليتك انزامه ده مهم جدا. ان انا احمي الاكروزوم من انه يحصل ريليز بتاعه. افتر ايجاكوليشن. ايه اللي بيحصل? زي سبير ملوسيز اكسس كوليسترول. فيادي الى ريليز اوف اكروزومال انزيمز. ده بروتوليتك انزيم بتاكل في البروتينات. هتالاو زي سبير مي تبنتريت زي اوفم وتدع عملية الفيرتليزيشن. الدسور دار بتاع السبير مي كابستيشن. لو حصل اكروزومال. هيدروليتك اند بروتوليتك انزيمز. هيدمر الميل جنيتال تراكت. يبقى اكروزومال هيدروليتك وبروتوليتك انزيمزي كانت ديستروي. زي ميل جنيتال تراكت افريليز بريماتيوري. يبقى سبير مي كابستيشن انا سبير مي يبقى قادر انه بيبنتريت زي لير اوف جرانيلوزا سيل زات كافر زي اوفم عشان يعمل ايه? فيرتليزيشن. وده بيتم فيه افتر بينج ايه? ديبوزيتد انزيمزي ميل جنيتال تراكت. يعني الاسبير مجوه الميل جنيتال تراكت. الاكروزوم بتاعه متغطي بايه? بفيزيكلز. بتحتوي على كوليسترول عشان تمنع. طب حصل ايجاكيونيشن بدأ بعد ساعات الايه? الكابستيشن عن طريق الريموفل لهذه الايه? الفيزيكلز اللي بتحتوي على الكوليسترول. فبالتالي يحصل للأكروزوم ما الانزيمز حصل ايه? اكروزوم الرياكشن. فهمل بنتريشن للأوفم. ويحصل اه الفيرتليزيشن. وبالتالي نعمة كبيرة او من ابنها وكل شي نعنده بمقدار ان في الميل جنيتال تراكت. بلايه ان الاكروزوم كافردوا باي فيزيكلز كونتينيك كوليسترول عشان تعنيه من الريليز. من البريماتيور ريليز. وفي اكروزوم الهايدروليتك ادبروليتك انزيمز. انا لو خرجت بدري قبل اوانها. مو الميل جنيتال تراكت هتدمر الميل جنيتال تراكت وبقى الشخص ايه? انفرطعي. اخر حاجة النهاردة. الشيخوخة. اللي بتتم في الميل. لما بصوا كده مع الاجينج بلاقي الاسبرم كونت بيقل. بردي. يبقى ايجينج بيمتاز بايه? ان الدايلي سبرم بروداكشن ديكريزيس ان اول دارمين. ويز جراد والدكريز انفليبيتو. and the seksual potency. السيكشول ديزار بتقل. والسيكشول بتقل. الكفاءة. الجنسيه بتقل كمان. والقوة الجنسيه بتقل. هو النورمال يانج ميل بيطلع تقريبا قدي ايه من الميتين مليون لتلتمائة مليون سبرمات وزوة بردين. طيب هل مع نقص الميل بيبقى خلاص يعني ايه مع خلاص بقى قال لك خلي بالك يعني معدل الايه الانجابية بتقل ولكن المين ريمين فورتايل افطر زي ايج اوف التسعين يعني واحد عنده ممكن تسعين سنة واحد عنده خمسة وتسعين سنة ميت سنة وممكن ربنا يكرمه ويخلف بردك. يبقى دية اللي انا بقول عليها الايجينج اوف ميل ريبروداكتف ايه اه سيستم. واحنا قولنا قبل كده اصلا ان نفسه بيقل مع الايجينج وكنا بنسميه اه اللي هو المنبوز بتاع الميل او بنقول عليك الماكترك. اه طيب توسامرائز الكلام اللي انا اتكلمت عنه النهاردة انا كان فيه اه هدفين كبار اوي 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 الهدف الاولاني كان هدف التاني ثم هدف صغير كان وكان حاجة بسطة بقى في الاخر كلمة بس كده على الايه لكن فيه تلات اهداف رئيسية مهمين. فاكتورز افكتنج سبرماتوجينيسز الميل سيكشوال اكت والسبرم كبا سيت ايش. ناخد نمط لبعد اسئلة اه الامس كيو. اول سؤال بيقول لي ايه? which one of the following hormones decreases spermatوجينيسز? فكر كده? شاطر اللي هو الانهيبيت. السؤال اللي بعد كده which one of the following is the feature of اسبرماتوجينيسز? فكر كده? هل الاندرجن بايندينج بروتين السيكريت بايليديجيسل and increases spermatوجينيسز? لا. هل السيرتوليسل سيكريت انهيبين? which inhibits the release of FSH by negative feedback ميكانيس? ايوة يا دي الصح. السؤال اللي بعد كده? which one of the following is a character of sertolesyl? هل سيكريت اندرجن بايندينج بروتين? ايوة صح. السؤال اللي بعد كده? androgen binding protein is produced by sertolesyl under the effect of which هرمون? ممتاز. اللي هو ال FSH. السؤال اللي بعد كده? which one of the following represents the normal testicular temperature suitable for spermatوجينيسز? اه شاطر. اللي هو اتنين وثلاثين درجة سيليزي. السؤال اللي بعد كده? which one of the following is a feature of main reproductive system? هل الكريمستريك مصر ريلاكس? لا. هل سكروتام is rich in subcutaneous fat? لا. هل الكاونتر كارم تيت اكس تشينجر من تين سبيرم كاونت? ايوة صح. السؤال اللي بعد كده? which one of the following is a feature of sertolesyl? هل سيكريت تستوستيرون? لا. are non phagocytic cells? لا. هل nourish developing spermis? ايوة صح. سؤال اللي بعد كده? increase in which of the following decreases spermatوجينيسز? ممتاز رقم D. اللي هي estrogen androgen ratio. سؤال اللي بعد كده? cryptorchidism is treated by administration of which hormone? ممتاز اللي هي التستوستيرون. سؤال اللي بعد كده? counter current exchanger keeps a high concentration of which hormone in the testis? ممتاز اللي هي التستوستيرون. سؤال اللي بعد كده? in human. which of the following represents the normal duration of spermatوجينيسز? رقم D. 74 days. سؤال اللي بعد كده? which of the following is a feature of spermatوجينيسز? هل stimulated by hypocellamic dopaminergic neurones? صح؟ السؤال اللي بعد كده? سيرتولي سيلزة ها في which character? secret estradiol? صح؟ السؤال اللي بعد كده? which of which hormone increases spermatوجينيسز? رو? causing keratinization and the atrophy of germinal epicylian. ممتاز اللي هو رقم A. اللي هو فيتامين A. السؤال اللي بعد كده? the center of erection reflex is present in which segment of spinal cord? ممتاز اللي السؤال اللي بعد كده? Erection is characterized by which of the following. هل inhibited by erotic psychic stimuli? لا. stimulated by sympathetic stimulation? لا. هل the different is in the nervi erigents? ايوه يا دي الصح. السؤال اللي بعد كده? non adrenergic non cholinergic fibers in the nervi erigents contain which of the following. ممتاز. nitric oxide. السؤال اللي بعد كده? nitric oxide is a potent vasodilator through increasing which of the following. ها? يزود من? cyclic GMB. السؤال اللي بعد كده? sperm capacitation has which feature? هل occurs a few minutes before semen ejaculation? لا. هل occurs a few hours after semen deposition in the female genital tract? ايوه هي دي الصح. وقادي الانصر كيف بتاعتنا? كده الحالة بقت واضحة. ده يا شاب بكل يوم بيروح السونة. بيعاني من ناصل سبرمي كاونت. ليه? لان التسلس محتاجة درجة حرارة 32 درجة. سليزي. هو كل يوم بيتعرض لدرجة حرارة 45.5 ساعة مثلا. الحرارة العالية ده هي بتدمر. التستيكولر بتاع السمنيفرستيبيولز. فهتقلل. والشخص ده ممكن يبقى. يعني ده ما عندوش القدرة على الان ايه? الانجاب. كده الحرارة واضحة كده وهنا كده بتاعتنا. ارجو ان الامور تكون واضحة. بالتوفيق ان شاء الله.